الشعر الكبير نزار قباني واللي كتب عن الحب كلام كتير ألف يوم هو بيخاطب حبيبته الحب ليس رواية شرقية بختامها يتزوج الأبطال وكذلك الحياة يا أستاذ نزار وكذلك الحياة يا صديقي الحياة مش قصة أطفال زي ما كنا بنقراها وإحنا صغيرين قبل ما كنا بنفتح القصة كنا عارفين إن الخير هينتصر وإن الشرق لا يدوم كنا عارفين إن الحب هينتصر والكره هايخسر وكبرنا وفي دماغنا السياقة ده إن الدنيا معادلة بسيطة واحد زائد واحد بيسوي اتنين واللي أوله شرط أخره نور ولكن للأسف السياقة ده مش بيحصل أكتر كلمة بسمعها من أي حد بيشتكي أنا ما كنتش عايز حاجات كتير أنا أحلامي عادية وبسيطة أنا مش عايز من الدنيا غير إن نعيش في سلام لا أزي حد ولا حد يأزيني ومع إن قصص الأطفال كانت دايماً فيها معركة بإن الخير والشر ولا مش هتبقى شايقة الحقيقة وإن الخير في النهاية هو اللي هينتصر وإنه خاد معركة قوية جداً علشان يحقق الانتصار ده إلا إننا رفضين نفهم رفضين نعرف إن الحياة البسيطة الهدية اللي حضرتك بتتكلم عنها دي هي أصلاً حلم لأي حد الهدوء والراحة والسكينة دي مش حاجات بسيطة زي ما أنت متخيل اللي بيجري علشان يجيب مليارات عايز يجيبها علشان يوصل لده عايز الأمان والراحة والسكينة برضو هو شايف الوصول لها بالفلوس وإنت شايف إن الوصول لها بالقناعة مثلاً أو الترفع على إنك تشتبك في خناقة كبيرة بس في النهاية الحاجات دي مش مجاناً ممكن تكون مش بالفلوس بس برضو مش ببلاش الحياة الهدية الجميلة محتاجة أكتر من إنك تشوفها حق ليك وإن الحياة مجبرة حق أهولك مدونت أنت إنسان كويس وأمين وصادق لا يا فندي ده في قص الأطفال الحياة الهدية الجميلة هي الحياة المبنية على ضمير مستريح على مواقف نوبل وجدعانة حياة يستهيلها إنسان مش أناني ولا طماعة إنسان ذاكي يعرف إن الدنيا فيها شر وسرقة وغدرة ونفاق ومع ذلك ما يجيش في خياله أبداً استخدامهم حتى لو وصلوا لحاجات كتير الحياة الهدية الجميلة بتبدأ بعبارة حد الله بيني وبين الحرام حياة مليانة كفاح وتحدي ومجهدة وصبر هتقول لي وإزاي هدية وفيها كل ده هقولك هدية في انفوس أصحابها صابر وهو عارف بيصبر ليه شاكر وهو عارف بيشكر مين بيجهة شهواته ورغباته وطمعه وفي يقينه إنه بيعمل الصح روحه هدية ونفسه راضية وطمأنينة قلبه مغطيه وارد رأفتنا بالأطفال خلتنا نقدم لهم شكل بسيط سهل للقصص اللي بنحكى لهم يكون متناسب مع خيالهم البريء وروحهم الصفية وكمان قدراتهم النفسية والزهنية مقبول ده طبعاً لكن الغير مقبول إننا نكبر ونفضل أسرى لخيال الطفولة ونتخيل إن الشاطر حسن لازم يتجاوز ستة الحسنة والجمال وإن كل قصة في حياتنا لازم تتختم بنهاية سعيدة لا للأسف الحياة مش قصة أطفال أستنونا بعد الفاصل